ويجنة الوزرية المعنية بصوغ البيان الوزري يفاوض حزب الله حليفه الأول حركة أمل مهمات التدوير الدبلوماسي للصوغ وتقديم المقترحات لكن على قاعدة الثوابت البديهية التي لا تحيد عن ذكر المقاومة في البيان الوزري فالحزب لا يعد نفسه ابتدع ثلاثية الجيش الشعب والمقاومة التي خرج بها أول مرة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 حين ذاك كانت البيانات الوزرية للعهود السابقة قد رفعت المقاومة إلى مصاف مقدسة بوصفها مقاومة باسلة وطريقا كاد يكون وحيدا لتحرير الأرض الرئيس فؤاد السنيورة ولإضعاف المقاومة أو الحد من تفردها أدخل إليها معادلة الجيش والشعب فولدت الثلاثية الشهيرة على يد المستقبل لتنغص عليها في المستقبل في اللجنة الوزارية تعود قوى الرابع عشر من أذار إلى تفكيك هذه الثلاثية ورأس الحرب في هذا المسعى الوزير بطرس حرب القانوني العطيق الذي يفل الحرف فوزير الاتصالات يقود حركة الاتصالات السياسية داخل الجلسة ومن كان يعتقد أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيشكل عقبة أمام الصياغة فقد فوجئ بأنه رجل هادئ لا يفتعل المعارك الداخلية وصوته في الإعلام أقوى مما هو عليه في الغرف المغلقة محمد فنيش وزير حزب الله ثابت علي حسن خليل ثابت متحرك تربع على اقتراح حق اللبنانيين في مقاومة العدو بجميع الوسائل المشروعة والمتاحة وزير الكتائب ليس صدمياً فاسجعان قزي لبق في التعاطي لكنه أقرب إلى أداء دور المذيع خلال الجلسة أما وزير الخارجية جبران بسيل فهو على حياد أقرب إلى السلبي كما تقرأه قوى الثامن من أذار ترجمة نانسي قنقر